حاملاً معه ملفات ساخنة حطى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ رحاله في أنقرة للقاء المسؤولين فيها هي الزيارة الثانية له بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة وتأتي بعد يومين على الضربة الثلاثية على النظام السوري وتأييد الناتو وأنقرة لهذه الخطوة في إجابة على سؤالنا تحفظ ستولتنبرغ عن الرد عن براميل الأسد والأسلحة الثقيلة واكتفى بالخط الأحمر الكيموي الأسلحة الكيموية محرمة دولياً ولا يمكننا البقاء صامتين إذا استخدامها كنا نريد تحقيقاً في دومة عبر مجلس الأمن لكن روسيا منعت ذلك نحن في الناتو نؤيد الضربة ونشكر تركيا لتأييدها أيضاً منذ العام 2016 تشهد العلاقة بين أنقرة وبروكسل فتوراً إثر خلافاتهما على موضوعات عدة بينها التقارب الروسي التركي في الملف السوري وتوقيع صفقة صواريخ S-400 وخلاف أنقرة مع واشنطن أقوى دولة في الحلف بخصوص تنظيم بيدي الإرهابي في سوريا لكن تركيا أكدت أن علاقاتها مع روسيا ليست بديلاً عن الناتو وأعضائه علاقتنا مع روسيا ليست ضعيفة كما يعتقد الرئيس الفرنسي لدينا علاقات قوية مع روسيا لكن علاقتنا مع روسيا ليست بديلاً لعلاقتنا مع حلفائنا ولا لحلف الناتو أقرى ستولتنبيرغ أن تركيا أكثر دولة في الناتو تتعرض لهجمات إرهابية ومع ذلك تقول أنقرة إنها سجلت نقاطاً إيجابية في عملية غسن الزيتون ضد تنظيم بيدي الإرهابي بحفاظها على أرواح المدنيين الواحد للكل والكل للواحد عبارة كررها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بشكل يوحي أن المصالح الاستراتيجية ونقاط الالتقاء بين أنقرة والناتو أكبر بكثير من نقاط الاختلاف والتباعد بينهما خديجة العمري تئرتي العربية أنقرة